سيد الرئيس، سيداتي وسادتي، أقف أمامكم اليوم وأنا أشعر بشعور بالواجب وأن أقدم الوثيقة الـ 25 بعنوان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية باسم مجموعة الدول العربية هذا القرار يقدم في إطار دور الإستثنائية الطارئة العاشرة لجمعية العامة وبندها الخامس بعنوان الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القتل الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة وقد حظي على رعاية 47 دولة عضو في هذه الجمعية الموقرة السيد الرئيس من الحالة في غزة مزرية وتشوبها المعاناة التي لا يمكن تخيلها تنتهك في حقوق الإنسان الأساسية وكرامة شعبها وذلك في تجاهلاً كامل للقلو الإنساني الدولي وأن أثر العنف عشوائي وفقدان الأرواح والتدمير المستمر لبنى التحتية المدنية ستترك وصمتها على أجيال وأجيال ومنذ دلاع هذه الحلقة الجديدة من العنف والنزاع في 7 أكتوبر فقد قضى أكثر من 7 ألاف فلسطيني بريء منهم نساء وأطفال ومسنين وعملين في تقديم الرعاية الصحية وموظف الأمم المتحدة أن هناك حاجة ملحة لوقف فوري لإطلاق النار والعيحة لهذه الأزمة ولتوخط طريقنا لحلول الدبلوماسية وهذا أمر لأهمية بالغة هذه ليست مسؤوليتنا فحسب بل هي واجب أخلاقي عظيم لننهض بغرض السلام وفي ضوء هذه الظروف الصعبة ونحن نشهد اجتياحا ميدانيا تجريه إسرائيل الآن وغياب اجتياح بري وغياب أي تحرك من مجلس الأمن الذي حاول لأربع إمارات حتى الآن وفشل فإن مشروع قراري هذا ما هو إلا مسعى لتحقق هدفا بسيط وأساسي يخدم غرض الأمم المتحدة هذه غرض السلام والامتثال إلى القانون الدولي هذا القرار يخاطب تأجوج العنف في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسة الشرقية ويدعو هذا القرار لهدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية وهو يطالب أيضاً الامتثال إلى أحكام القانون الدولي وخاصة في حماية المدنيات والأعيان المدنية والعملين في الأمم المتحدة والمرافقة الأساسية هذا القرار يؤكد أيضاً على ضرورة إيصاد المساعدات الإنسانية من الإمدادات والخدمات الأساسية والأغراض المنقذة الأرواح كالماء والغذاء واللوازم الطبيعي والوقود والكهرباء على المثال للمدنيين في غزة ويطالب أيضاً بالإطلاق الصراحي الفوري للمحتجزين ويؤكد على ضرورة وقف تدمير المنى التحتية المدنية والأثري هذا الهجوم على الجماعات المتضعفة كالنساء والأطفال والأفراد والإعاقات والمسنين الذين يتأثرون بهذا أكثر من غيرهم كما يؤكد القرار بأن رسالة الوحيدة الأمام هي حل الدولتين حل مبني على أساس القانون الدولي وقالت الأمم التحت على تصلة وفي حين تسود فيه الأزمات ويغيب عنه اليقين فأن هذا الحل هو ضمن الوحيد السلامي الدائم والعادل أخيراً ولكن هو الوفود لأن إسرائيل مسؤولة عن الفضائع التي ترتكب الآن والتي سوف ترتكب في هجومها البري على غزة لا تدعم أي جهد لإطفاء الشرعية على هذه الفضائع التي نشهده كما نشهده الآن في اقتراح يحاول أن يغسل ويغطي على هذا العدوان الفضيع والبشع على شعب غزة الفلسطيني لهذا فإنني أدعو للتصويت على التعديل الذي اقترحته كندا في الوثيقة ال 26 وشكراً